السلام عليكم. بدقة بعد ما خلصنا شغل على المجلة هبدأ أصدره للPDF. فبقول له فايل. وبعد كده بقول له Adobe PDF Presets. بابدا أشوف أنا عايز أصدر لإيه. تمام ممكن تعمل حاجات أكثر من كده كتير. دول الحاجات الإفسارات دول لسه معمولين جدد. فبقول له أختار أي واحدة فيهم. وبختار المكان اللي سيف فيه الملف. بقول له سيف. بيقول لي ممكن تختار تغير الإعدادات. يعني تقول له اختار دوت هتلافي إعدادات كترة اختلفت. في إعدادات كترة مهمة وفي إعدادات كترة يعني مش بالأهمية. أما حاجة طبعا هتصدر صفحات كلها ولا عدد معام صفحات لا أنا أصدر كله. إنت عايز الفيو بالنفس الحجم ولا عايز تعمل فت بيج ولا فت ويتس زي ما أنت عايز. ليه أو تعايز تتبع صفحة واحدة ولا صفحتين. في صوت بعض ولا صفحة وكنتونيوس معا ما بنكمله. عايز كل صفحة يبقى لها زي صورة صغيرة كده تبقى موجودة في الملف في البي دي اف ولا لا. عايز شوف البي دي اف بعد ما تصدر ولا لا. عايز دي مهمة قوي. الانكلود بوك ماركس وهيبر لينك. تمام. ما لازم يبقى على الاتين دول بحيث ان هو لما يصدر وفي اي لينكات موجودة تبقى متفعالة معي. إلا لو هتطبع على ورق. فالمضوع بيش هيبقى عمل لي. مش هيبقى لي لازمة. تمام. عايز الملف اللي يطلع دي يبقى فيه الحاجات اللي هي نون بريندينج. ممكن يكون فيه حط حاجة انت مش عايز تتطبع. عايز تبقى موجودة ولا لا. زي ما انت عايز. ضغط الملفات. ضغط الملفات. ضغط الملفات بيفر كتير قوي. لان ممكن تضغط صورة فتتطلع شكلها وحش. او ممكن ما تضغطهاش. فالمساحة الملفة تلاقي كبير جدا. تلاقي الملف مثلا مضغوط. وصورته مقبولة. ومساحته خمسة ميجا. ومسابته مغير ضغط بيبقى في حدوه مثلا متين ميجا. فانت بتبدأ توزن. فانا بقول له هنا ملاق ما تضغطش. انا شخصيا عن الاختارات اللي انا مختارها للمجلة. الضغط بقول له خليها اوتوماتيك جي ب بجي. لما جربت نون. لديت الملفة بصحته كبير جدا. فقليه اللي هيعرف يعمل داون لوت. هنا بقول له ما تعملش داون سيمبل للجري سكيل. ولا الكالر. ولا للمون كروم. بس عايزك تضغطهم لي. وخليها هاي. هاي كواليتي. الستاندرد هنا تبدأ تختار انت عايز تتصدر النوع من الانواع البيدي اف. الكمباتي. تمام. تبدأ شوف انت تشغل على الاني اكروبات. ممكن تدي جودة عالية للاكروبات. تمانية وتسعة. يدي جودة اعلى. بس ممكن ما يتفتحش على الازدارات القديمة. اه وبعد كما ممكن تدخل على سيكوريتي. لو انت عايز تعمل كلمة سر عشان يفتح الملف. كلمة سر عشان يعدل. لا انا فتحها في بيم ارابيا بحيث لو حد عايز ياخد حاجة كوبي بيست بتاع. ما عم فيه مشكلة. اه طيب اللي عايز انت عايز تحافظ عليها فبقول له سيف بريسيت. بحيث ان انت بعد كده. اه ما تعودش تختارها يوم جوردة تيجي هنا. تقول له انا عايز بيم ارابيا. خلاصية تعمل اوتوماتيك. فبقول له اوكي. تمام. بيقول لي خلاص. ريبليس ريبليس. تمام. فهي بتسايفة مرة واحدة وتبقى معك على طول. وبعد كده تقول له اكسبورت. اكسبورت النول تيروح مسدر لك الملف دوت على المكان اللي انت اخترته.